استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الداخلية والبلديات بجمهورية لبنان بسام مولوي والوفد المرافقة له خلال زيارته الرسمية للقاهرة واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعامل بين وزارتي الداخلية في البلدين وأسليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وأعرب وزير الداخلية لبنان عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني فضلا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية ومن جانبه أعرب وزير الداخلية محمو توفيق عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية والبلديات بجمهورية لبنان للقاهرة مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة لبنان الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك وحتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويد كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكرها في ظل المتغيرات وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر